موسيقى نسأل خير لنعترف أولا أنه لا يمكن لحلقة تلفزيونية الإحاطة برجل رؤيوي مثل الجبران خليل جبران رغم عمره القصير فكيف بنتاجه الشاهق ولا يمكن لهذه الساعة أن تفي أبرز وجه عرفته النهضة الأدبية حقه الثائر والشاعر والمجدد والناثر والرسام والموسيقي والساعي إلى الإصلاح منذ تأسيسه الحلقات الذهبية عام 1910 إلى عمله في لجنة إغاثة السوريين ولجنة تحرير سوريا وجبل لبنان ووصولا إلى الرابطة القلمية الشهيرة ولا يمكن أيضا أن نحيط بمجمل ما كتبه من دمع وابتسامة أو الأجنحة المتكسرة والعواصف والنبي ورمل وزبد والمجنون ويسوع بن الإنسان لذلك آثرنا في هذه الحلقة من أجراس المشرق عن جبران في محاولتنا الإضاءة على التنويريين النهضويين أن نتناول التحديث والتجديد عنده وتأثيره في مجايله ومن لحقه في محاولة لتقديم ما يفيد ولذلك نستطيف الدكتور ربيعة أبي فاضل هنا في متحف جبران في بلدته بشري سعين وراء هذا الرجل الذي ترك ختمه على كعوب أرز الروح والأدب ونبدأ بتعريفكم بالدكتور أبي فاضل ولد الدكتور ربيعة أبي فاضل في بلدة نبي عام 1950 وحصل على إجازة في اللغة العربية من الجامعة اللبنانية عام 1975 وعلى الدكتور أبي عام 1990 عامل في البحث والتأليف والتعليم والصحافة ودرس في الجامعة اللبنانية حتى تقاعده هذا العام كتب في النهار والديار والبيرق والحوادث وله أكثر من أربعين كتاباً في الشعر والنقد والقصة والتراث وشارت في تأليف كتب مدرسية عدة من مؤلفاته الشعرية جزر الأنبياء وعودة الحلاج ونشيد مشرقي ومن كتبه النقدية الفكر الديني في الأدب المهجري وجبران والتراث العربي وأثر أنتونس عادي في أدباء عصره ألقى عدداً كبيراً من المحاضرات وساهم في إصدار كتاب عن رئيف خوري وأصدر كتاباً عنه وساهم في تنسيق مئويته له عدة كتب معدة للنشر متزوج من سوزان رعد وله ولد أهلاً بكم من متحف جبران خليل جبران في بشري أهلاً بك دكتور أبي فاضل سؤالي المباشر لك كيف يمكن وصف مناحي التجديد والحداثة لدى جبران قبل ذلك تخيل معي أستاذ غسان طفلاً في التاسعة من عمره ينسلخ عن أرضه الأم عن بيته عن أبيه ويتأمل حوله فتاتين وأخاً أكبر وأماً تطوح في البحار وفي المساحات وفي الفضاء بما كان يشعر ذلك الطفل عام 1895 نعم وتخيل معي أيضاً عندما وصل إلى بوستن كيف استوعبته الجمعيات الخيرية والمدارس وكيف حمل على الأحضان لكي لا يبقى في الشارع وبدأ رحلته المعرفية واختبر الغربة بكل أبعادها وأعماقها لأن الطفل يختبر يعني سنكون نحن في السيرة الذاتية لجبران أنا سأجيب سأجيب على السؤال بعد دقيقة نعم وتأمل معي أيضاً كيف عاد إلى الحكمة عام 1898 وأصبح صديقاً لشيء اسمه البلاغة والبيان العربيين وهذا كان إضافة على تجاربه في تلك المرحلة عام 1905 بعد عودته تأمل معي أخيراً في تجربة الموت هذا الطفل أمام تجربة الموت عام 1902 و1903 عندما خسر تباعاً أخاه الأكبر بطرس أمه كاملة وأخته سلطانة إذن عام 1905 أربعة خمسة بدأت تجربة الكتابة عنده بنص رؤية وطرح سؤالاً على نفسه في تلك المرحلة ماذا جاء جبران ليقدم للناس لكي ينقلهم من الجماجم والشوك إلى اليقظى والنور هذا كان السؤال المفتاح الأساس الذي طرحه هذا الشاب على نفسه في تلك المرحلة وحتماً الجواب ذو شقين أولاً راح في اتجاه تجديد اللغة وثانياً في اتجاه الإنسان وعيادة الكرامة إلى الإنسان ككائن بشري وإلهي نعم دكتورة بفضل لنأخذ الرؤية بالألف الطويلة لدى جبران انطلاقاً من كتابه العواصف إنه لا يتوسل الوعظ بل الصورة والخيال كيف أنت ترى وتوصف رؤى جبران من حيث التغيير والتجديد إذن كما قلت هذه الرؤية اتجهت اتجاهين أولاً نحو اللغة وثانياً نحو الإنسان بالنسبة إلى اللغة جبران كان مختلفاً جداً عن الكتاب الذين سبقوه في عصر النهضة لماذا؟ لأنه كان يمتلك المزاج الإبداعي والجرأة على التعبير ومحبة الجمال لذلك قال كل كلمة تريد أن تبتدعها وهي غير موجودة ففعل وكل تركيب ليس موجوداً في النحو العربي أو في صياغة العربية فيمكنك أن تفعل ما تشاء وكيف ما تشاء ولكن شرط الجمال حتماً ولغته لم تتوجه إلى تحسين وجه البلاغة بل توجهت إلى القلب البشري إلى القلوب البشرية ولذلك نجح جبران حيث أخفق آخرون لأنه عرف كيف يحرك القلوب البشرية من خلال البيان البيان كان وسيلة إبداعية بالنسبة إليه لصنع إنسان جديد البيان هو أحد الصفات القديمة للأدب العربي أنا هنا أذهب من البيان إلى الوصف الجبراني الوصف الجبراني شاعري وقروي يعني ما بين الشاعرية والقروية أين يكمن التجديد تقصد بالقروية العلاقة بالأرض هذه الطبيعة التي نرىها هنا يعني كيف كانت في العلاقة بالأرض علاقة بالطبيعة نعم بالطبيعة وبالأرض لا إبداع من دون أرض وبشري وابن بشري متجذر في أرض المشرق وفي أرض بشري على أساس أنها تساوي العقيدة لأنه بالنسبة إلى جبران ونسل جبران لا عقيدة من دون أرض ولا روح من دون أرض ولا إبداع من دون أرض ولذلك حمل خيال الأرض معه وعناصر الأرض معه وأنا أعتقد تماما أن هذه الأرض هي عنصر أساسي كياني في إبداع هذا الرجل وفي نسج مخيلته وفي نسج لغته بكل عناصرها بشجارها وأنهارها وأوديتها وإلى آخره رغم حياته المدينية في باريز وبوستن حتما هذه أهمية الجدلية الموجودة في الأدب الجبراني أنها حاولت أن تصهر تناقضات الجسد الروح الأرض السماء لغة الريف ولغة المدينة وحتما لذلك كنت ترى جبران تارة ينفتح على الناس ويحبهم جميعا وطارة يعود فيستوحد في اتجاه عزلته لكي يستعيد فرصة الصمت لكي يخدمهم أكثر ولكي يبدأ إذا عدنا إلى اللغة الجبرانية في مقالاته لكم لغتكم وللغتي هل كان يريد قطيعة من هذا مع الموروث اللغوي السابق؟ لو كان أراد القطيعة لما كان عدى الأدب العربي من أعظم الأدب في دنيا والروح العربية روحا عبقرية هذه من مسلمات جبران ولكن جبران لم يكن ماضويا بالمعنى التقليدي التابع جبران لم يكن يستطيع أن يتبع كان يستوحي من روح بطرس البستاني وروح فرانسيس المراش وروح في أندلسياتي حتما لا نستطيع أن نغمت هؤلاء حقهم صوصا ولي الدين يكن هذا الرجل الرسولي الانفتاحي وفرانسيس المراش رجل المحبة لأنه قبل جبران بزمن كتب نصا حول المحبة يوازي ما كتبه إلى حد ما مربولوس وجبران في المناخ عيني لذلك جبران لم يولد في هواء بل ولد في أرض لها جذور ولكن لكم لغتكم وللغتي لكم عقيدتكم ولعقيدتي لكم لبنانكم وللبناني لكم فكرتكم ولفكرتي هذه العنوين إنما هي مؤشرات إلى أن الأدب الحي هو ابن المستقبل بقدر ما هو ابن الماضي ولكنه يقول أيضا لكم القواميس والمعجمات ولي ما غربلته الأذن وحفظته الذاكرة وليس فقط الأذن بل أذن الأذن وعين العين وهذه التعبير هي له وروح الروح لذلك تكلم على الموسيقى بداءة لأن النص الجبراني هو نص يمتلك مزايا جمالية لم يمتلكها سوى سفر أيوب الذي أحبه جبران وبعض مزامير التوراة وحتما العظة على الجبل التي هي كما قال رونان هذا نص إلهي وليس نصا بشري إذا رجعنا سأبقى بهذه الإشكالية إذا رجعنا إلى شعره أيضا نجد جزء من من يقولون أنه قطيع مع الماضي لابتعاد عن أوزان الخليل بابن أحمد لم يتناول أغراض الشعر العربي المعروف من مديح وهجاء ونسيب ورثاء وإلى ما هناك إلى ما تعزو ذلك هل هل في هذا فقط يكمن التجديد في اللغة الجبرانية جيد في كتابي جبران والتراف العربي أشرت إلى تعاطفه مع أبي العلاء مع أبي نواس مع المتنبي وكان هذا الرجل مطلعا على التراف العربي وخصوصا الشعري حتما وكونه ليس مقلدا لجأ إلى الشعر الحديث قبل الحداثة ولجأ إلى الموسيقى الكونية قبل أن نجدد نحن اليوم في عصرنا في قصيدة النثر وغير قصيدة النثر كان هذا الرجل سباقا وحتما وهذا يعود إلى التأثر بدانتي وبوليام بلايك وبالشعر الغربي وكان الرحاني قد سبقه إلى التأثر بولت ويتمان في قصيدة النثر وحتما أيضا يجب أن لا نغمط الرحاني حقه رائدا مهجريا تأثره جبران عندما رسم لكتابه خالد عشرين عشرين رسما وأظن أنه قرأه وأن هذه المحطة كانت حافزا لجبران لكي يبدع على طريقة الرحاني والغربيين نعم طب لماذا يعني مدام كل هيد هيدا الواقع الأليم اللي كانت تمر فيه يعني الآن منه أحسن منه بكتير لماذا اعتمد لجبران الرومانسية والرمزية يعني طريقتين أحيانا يدمجهما في التعبير أيضا في كتابي أديب مظهر رائد الرمزية في الشعر العربي بدأت الفصل الأول بالريادة الجبرانية بالكلام على الريادة الجبرانية لأن جبران مثل بودلير في الأدب الفرنسي لا تستطيع أن تحصره في مدرسة واحدة أو في مذهب واحد أنا أظن أنه فوق المذاهب جبران قليل عليه أن نقول أنه رومانسي أو أنه رمزي أو أحيانا رومانسي منها تهمي لا قليل علي أنا أعد الرومانسية هي أم الإبداع أم الإبداعات يعني من دون إيغو مثلا شاتوبريان روسو إلى آخره هؤلاء هؤلاء خلودهم متصل برومانسيتها وأنا أظن أن جبران بتوجه إلى القلب البشري لأنه يقول إن الأبدية تسكن في هذا القلب فهل يكون الإنسان إنسانا مخلوقا عاديا كلا ليس هذه النظرة المكرمة للإنسان والمحترمة للإنسان ولوجوده وكرامته أنا أظن أن هي التي ارتقت بلغة جبران في هذا الاتجاه الروحي المميز له ولذلك هو أبو الرمزية العربية أستطيع أن أقول هذا في مواكبة يعني حتى لأغمة أديب مظهر حقه مواكبة 1928 يعني بعد صدور النبي وقبل وفاة جبران كان أديب مظهر يقرأ بودلير وفيرلان ورنبو وشعراء آخرين رمزيين ويتأثرهم وأظن أن حميد فرنجي صديقه كان كلما ذهب إلى باريس كان يأتيه بكتب جديدة ليقرأها أديب مظهر وكتب نشيد السكون أبرز قصائده في الرمزية في حين أن جبران كان سبقه ببضع سنوات في هذا الاتجاه الرمزي متأثرا وليام بلايك وغيره هل تشكل فعلا الرمزية مدخلا إلى الحداثة هل تشكل الرومانسية قبل الرمزية إنها مجتمعة تشكل الإبداع يعني المبدع كجبران الذي هو فوق المذاهب والمدارس لا يستطيع أن يعتمد على العاطفة وحدها وعلى القلب وحده وعلى الحلم وحده وعلى الليل وحده وعلى الذكريات وحدها وهذه كلها عناصر رومانسية ولا يستطيع أن يعتمد على الإرسال اللغوي بشكل تلقائي قبل السوريالية السوريالية ألغت الوعي واعتمدت على اللاوعي بينما الرومانسية اعتمدت على القلب البشري بانسياباته وانسيالاته أما الرمزية فهي اعتمدت على الفلسفة في القصيدة وعلى الإيجاز وقللت من الكتابة وأكثرت من التأملات الوجودية والمتافيزيقية ولذلك رأينا الرمزيين لا يكثرون من الكتابة يعني يستطيع أن يكتب ديوانا أو ديوانين في الأكثر ثلاثة دووين ويتوقفون على الكتابة نهائيا وهذا دليل على أن انفتاحهم على المتافيزيق كان محدودا لذلك بودلير مات يائسا وأديب مظهر تنبأ بموته ومات أنا هنا أريد أن أقول أيضا بهذا المعنى دكتور أبي فاضل الرومانسيين الغربيين دافعوا بشكل قوي جدا عن العدالة عن الحق عن الحرية يعني هذا إذا كان دفاعا رومانسيا هذا أمر عظيم ولكنهم أيضا فشلوا في تحقيق كل هذه المبادئ هل كان لدى جبران شعور بالفشل من تحقيق الرومانسية أو الرمزية لما قدمه يعني صديقي الذي كتب عقيدة جبران شعن دي حاول أن يظهره ثوريا وواقعيا أكثر من الواقعيين عندما نتتبع ثوريته من خلال اتصاله ببعض الثوريين لإحداث ثورات في الشرق نلاحظ أن هذه الثورية كانت مجرد نظريات ولم تكن عمليات لم تكن عملية لذلك بعد نشاطاته في تحرير سوريا وفي حلقات الذهبية كما تفضلتم وفي غيرها من عاد جبران وقال لماري هاسكل إنه يأس من النشاط ويريد أن يعود إلى عزلته وإلى وحدته طبيعة جبران هي طبيعة رومانسية وليست طبيعة ثورية وأنا لا أرد على صديقي جون ولكن هذا هو رأيي جبران انتهى وحيدا ولم يكن ثوريا بالمعنى يعني هذه اجتهادات ومبنية على نصوص ولكن أنت من تحيل مرجعية جبران الفكرية مرجعية جبران الفكرية بدأت عندما أهداه فريد هولندي معجما حول الميتولوجيا بدأت تحولات جبران هناك في اتجاه عالمه الميتولوجي في القموس الميتولوجيا اطلع على أبولو على أورفيوس على بروميثيوس على جميع هذه الشخصيات الرمزية الميتولوجية وهي تركت أثرا في نفسه حتى يسوع بالإنسان وحتى آلهة الأرض وليس فقط في النبي الذي استعانى بالفكر الثيوسوفي يعني أقصد خصوصا إلينا بلافاتسكي وأني بوزانت لدكترين سوكرت ولكريستيانيسم إزوتيريك يعني المسيحية الإسرارية والعقيدة الإسرارية وحتما هؤلاء أحاطوا بجبران وهو في بوستن ثم تابعوه في نيويورك وحتى في باريس وشربوه بين مزدوجين أفكارهم التي حولت جبران من الكثلكة بالمعنى التقليدي ومن الكنسية بالمعنى التقليدي إلى علامه الديني الخاص في شخصية المجنون دكتور أبي فاضل كان هناك هدم للماضي عن جبران عبر المجنون للماضي لظلم وفي شخصية النبي معكوس ذلك بناء للإنسان كيف يمكن الموائمة بين الهدم والبناء في المكان نفسه جيد سؤال ممتاز يقول لي ميزيدي في رسالة من رسائله إذا شئت أن تبحث عن جبران فلا تبحث في المجنون بل في فتى الغاب وفتى الغاب هو صورة من صور صورة أولى أولية من صور النبي مصطفى الجبراني جبران كان يتطور هو وهو يخلق شخصياته يعني جبران الذي هدم حفار القبور في النبي يقول لماذا أصبحت الآن أحب الناس جميع الناس يعني تصالح مع المجتمع وتصالح مع الناس ومع الكون ولذلك في المصطفى يقول لهم ليتني أستطيع أن أخذكم جميعا يا أهل أورفليس معي عبر البحر في السفينة إن الريح تناديني وإن البحر يناديني لاحظ الرموز والجزيرة تناديني أي إن موطنه الأصلي يناديه فالفكر الأفلاطوني ليس وحسب الرومانسي تلبس جبران في هذا الإطار وأيضا اللوعي الديني عنده الآتي من المارونية والثيوسفية والميتولوجيا اختلط كل هذا في كتبه وخصوصا في يسوع بن الإنسان وحتما أراد في النبي أن يصنع السلام في قلوب هؤلاء وأن يحول الإنسان جعن للإنسان من المسخ والقزم إلى الإنسان أولا الإنسان الحقيقي والإله عبر التقمص وإلغاء الولادات سنتوقف مع فاصل أعزائي فاصل ونعود لمتابعة هذا الحوار عن جبران خليل جبران والحداثة والتجديد مع الدكتور ربيع أبي فاضل من بوابة متحف جبران في بشري بعد الفاصل انتظرونا إذا أحببتم موسيقى موسيقى أهلا بكم أعزائي في أجراس المشرق في الجلزة الثانية من هذا الحوار مع دكتور ربيع أبي فاضل سندعكم مع وثائقي قصير عن جبران خليل جبران في متحفه ثم نعود لمتابعة الحوار انتظرونا ويتابعوا معنا هذا الوثائقي القصير موسيقى موسيقى صحيح أن جبران خليل جبران المولود في بشري عام 1883 أمضى معظم حياته خارج لبنان لكن روح هذا الشاعر والثائر والفيلسوف والرسام لم تغادر هذه الذرة ولذلك كانت وصيته وهو الذي قطى عن 48 عاما أن يدفن في بلاده طلب مؤسس الحلقات الذهبية ولجنة تحرير سوريا وجبل لبنان والرابطة القلمية الشهيرة وصاحب دمعة وابتسامة والأرواح المتمردة والأجنح المتكسرة وكذلك صاحب العواصف والمجنون ورمل وزبد ويسوع بن الإنسان والنبي أشهر كتاب العربي في العالم طلب من أخته قبل وفاته شراء مكان المتحف العائد إلى القرن السابع الميلادي المسمى على اسم مار ساركيس أي سرجيوس ومعناه السراج وفيه دفنة عام 1935 يتألف المتحف من 16 غرفة ضيقة ومنخفضة السقوف في ثلاث طبقات وإدراج لولبية تصل إلى المغارة حيث مثوى جبران وقربه مرسمه وطاولته وكرسيه وسريره تم التوسعة المتحف عام 1975 وهو يضم كتب جبران الخاصة بالعربية والإنجليزية ومخطوطات أصلية له وكتباً كانت في منزله في نيويورك ودفاتر بخط يده وتتوزع في الغرف أربعمائة وأربعون لوحة من رسوماته وأدوات محترفة على مدخل المتحف تمثال نصفي لجبران بعلو مترين لرود رحمه وقرب قبره كلمات حفرها على خشبة جاره الأرز تقول أنا حي مثلك وأنا الآن واقف إلى جانبك فغمت عينيك طرعني أنا مجدداً أرحب بكم دكتور أبي فاضل كيف تصف جبران التغييري؟ جبران التغييري اعتمد محطات لكي يحدث تحولات في إنسان أمته وفي أمته كونه هو مشرقياً فتوجه في كتاباته العربية إلى المجتمع اللبناني والعربي أما في كتاباته منذ السابق وصعوداً حتى النبي ويسوع بالإنسان وآلهة الأرض فراح يتوجه أصبح مطلقياً يتوجه إلى الإنسان في كل زمان ومكان لم يعد ينتمي إلى بمعنى من المعاني بين المزدوجين إلى جغرافيا محددة أو أرض محددة أو هوية محددة أصبحت هويته هي الكون الإنسان الكون الألوهة وراح يعمل من ضمن هذا المشروع على تأليه الإنسان كيف أراد أن ينقذ الإنسان من المسخ ليجعله إلها حتماً عبر الحلولية تقمص عبر استمداد من الفيدا ومن البوذية ومن المسيحية ومن الإسلام الأفكار حتماً ومن الفلسفات فأحدث مزيجاً فكرياً هائلاً ولكن أختصره للسامة لكي لا يضيع معنى كما ضعنا في السابق الفكرة هي تحويل الأتمن أي الإنسان أي الذات الصغرى إلى البرهمن أي الذات الكبرى لكي تعرف كيف تتحد بالذات الكبرى ماذا فعل الطريق موجودة في النبي؟ عبر سينجين الأسئلة التي طرحت من قبل المترة والشخصيات الأخرى حدثنا عن الحب حدثنا عن الصداقة حدثنا عن كذا عن كذا هذه الطريق ولكن جوهر الطريق هو المحبة جوهر الطريق هو الحب الحب هو الذي يختصر الفكر الجبراني لأنك بالمحبة تستطيع أن تضحي بالمحبة تستطيع أن تعرف والمعرفة هي أساس في الفكر الجبراني ولكن معرفة من دون محبة لا شيء ومعرفة ومحبة من دون عمل لا شيء ومن هنا أهمية ولكن الحب في جذر الدين المسيحي فلسفة المسيحية تقوم على محور أساسي هو الحب حتما أحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم وبعدين لو كنت أفعل معجزات وليست في المحبة فأنا كصنج يطن أو كزء إلى آخر مربولوس حتما المحبة جوهرية وجبران استعانى بموضوع المحبة ليصوغ هذا النص الرائع في كتابه لكن مسيحيته كما أرى لم تعد صافية متصفية أصيلة بل كانت مسيحية ممزوجة بخمرة البوذية والهندوسية والميتولوجيا والتيوزوفيا وغير ذلك من الأمور هو سعى تغييريا إلى تغيير واقع الحياة المؤلمة التي كانت في بلادنا وكما قلنا الآن مؤلمة أكثر فقام بتغيير طرق التعبير بمعنى عن هذه الحياة لأن هناك طرق تعبير سابقة عن هذه الحياة التي كنا نعيشها وعن مشكلات هذه الحياة هل التغيير دائما يحتاج على الواقع إلى لغة جديدة؟ صلاح لبكي في تعليقه على الأدب الجبراني يقول لا لغة جديدة من دون إنسان جديد ولذلك عندما تكلم على الأدب العربي واللغة العربية توجه إلى العرب وإلى الشعب العربي أنه لا يمكن أن تتجدد اللغة من دون أن تتجددوا أنتم لا يمكنكم أن تعيشوا بذهنية القرون الوسطى وتريدون لغة جديدة أو تريدون فضاء جديد من هذه الناحية كان صادقا في توجهه إلى العرب عبر إصراره على فصل الدين عن الدولة فصل المذهبية عن المستقبلية أراد أن يبني المستقبل على روح الله وليس على روح المذهب أراد أن يوحد الأديان كما لذلك اجتمع بعبد البهاء وعلى أساس أنه يوحد العوالم ويوحد الأديان ولكنه لم يحبه بالمعنى العميق كانت مرحلة ثانوية ولذلك أظن أن جبران تحول إلى اللغة الأجنبية بعد أن يأسها وأنا المسيحي المشرقي أستطيع أن أتفهم التجربة الجبرانية أكثر من غيره لأن شعوره بالغربة وشعوره بالتناقضات وشعوره بالغربة داخل وطنه وشعوره بالغربة داخل أمته وعلى الرغم من جهودنا المضنية أنا وهو وأجياله وأجيالنا كل هذه الجهود الفكرية والروحية تكاد تقع على صخرة وفي أرض غير خصبة هذا يقارب نوع من الاستحالات استحالات التغيير أحاول أن أربط بين تجربة جبران وتجاربنا اليوم في العام 1915 لفتني امتداحه لشيكسبير لتحرر شيكسبير من الماضي هل كان الماضي عبءاً ثقيلاً بهذه الدرجة على جبران؟ بعض المراجع تذكر أن العائلة الجبرانية نفسها دفعت أثماناً باهظة عبر الصلب لقد مات بعضهم صلباً وعبر الخازوق لقد مات بعضهم بالخازوق ومات بعضهم في السجون والمجاعة مات ومات كثيرون كما سائر اللبنانيين بالمجاعة ولا ننسى أن والد جبران أخذ بيته وسجن هو حتماً لاتهامات أنا أريد على الملأ أن أسقطها عن هذا الرجل نظراً لأن هناك تأويلات كثيرة بالنسبة إلى هذا الموضوع لكن حتماً أريد أن أقول أيضاً أن معانات جبران ليست معانات فردية وعائلية وحسب بل هي أيضاً معانات اجتماعية معانات شعب مات أهلي صرخة لأن جبران اعتبر أن العثمانيين والصفة له إنهم انحطاطيون إنهم انحطاطيون ومتوحشون حتماً الكلمتين لجبران وأنا لا أستبعد هذا الأمر نظراً لأن الهجورات التي حصلت والموت الذي حصل في الجبل اللبناني سفر برلك كان راعباً ولا لزوم لنجعل الأمور وردية لنجعل الأمور وردية حتى لا نتهم فلاناً وفلان يقول جبران لماري هاسكل إن ما حصل للأرمن سوف يحصل لأبناء أمته وهذا ما يحصل هذا الرجل امتلك رؤية فضيعة وأيضاً لقد امتدح الروس في الوقت الذي كان يقول إن الأتراك انحطاطيون لماذا؟ لأنهم أمة مبدعة وبينما الأتراك لم يبدعوا شيئاً ويقول كل الذي بني في تركيا ليس بأيد تركية أو بأدمغة تركية هذا الشعب ليس مبدعاً لكنه يعرف كيف يجدد المآسي للشعوب المحيطة به هذه الرؤية الجبرانية في ظل هذا على من راهن جبران في ظل هذا الواقع السيء على الذي نراهن عليه اليوم وهو المزيد من العقلانية والعلمانية نحن ذهبنا في هذا الاتجاه وقد حاول أنطون سعادي مع الأسف في الإسلام في رسالته أن يقلص التناقضات الموجودة في هذا المشرق ما بين الأديان والأفكار والواقع ولكن أنا شخصياً أعتقد أن هذا الرجل الكبير أنطون سعادي أخفك في هذا الجانب كما أخفق جبران جبران عاد ليبحث هو عن كمال إنسانه طالما أن الإنسان الخارجي لا يريد أن يعرف طريق كماله هو مشرقي حتى العظم ولكنه اقتنع أن الجهل مسيطر على هذا المشرق لماذا هو مسيطر؟ إذا بدك رأيي أنا اليوم هو زيته كان ممكن يقوله جبران لأن هناك في الثقافة المشرقية تعارضات وتناقضات تجعل الإنسان جاهلاً إلى حد هل الشر الذي يصنعه هو شر؟ أو إنه خير؟ هل الخير الذي يصنعه هو خير؟ أو إنه شر؟ ولذلك يقتل ولا يستشعر أي رعب في القتل يستسهل القتل يستسهل القتل ويشرع القتل يشرع التكفير الآخر وقتل الآخر هذه هي مأساة خاطب أبناء الغد أحدث عن فجر جديد أنتونس عادي أيضاً أخذت كلمة أبناء الحياة من جبران بعد ماءة عام وذكره بين المبدعين نعم بعد ماءة عام هل ما تزال هذه الصورة إلى هذه الدرجة قادمة؟ ألا يوجد أبناء للغد؟ أو هناك من يسعى برجليه الطائرة إلى مستقبل جديد لهذه البلاد؟ يعني متى يستطيع الشرق أن يتحرر من الضغوط الخارجية؟ أقصد بالشرق يعني دول خصوصاً الهلال الخصيب خصوصاً دول الهلال الخصيب حتى لا نذهب أبعد هل تستطيع هذه الدول أن تتحرر أن تصبح ديمقراطية؟ أن تحترم حرية الإنسان وحقوق الإنسان وكرامة الإنسان؟ متى وأين؟ عبر التاريخ متى استمكنت هذه الدول أن تحترم هذه القيام؟ كل هذه القيام الإنسانية والروحية أنا عمري 65 عاماً لم أرى يوماً أبيض في هذا الشرق مع الأسف للأسف لست متشائماً ولكن جدي هاجر والد أمي وجدي والد أبي هاجر وابني هاجر وحتماً الأجيال كلها لماذا تركتموها بهذه الذهنية؟ تعيش هنا تولد هنا وتفجر مواهبها في بلاد الآخرين علامة استفهام كبيرة على ضمائر القيادات والسيادات في هذا المشرق سيدي سأذهب قليلاً جداً إلى السياسة عن جبران لا شيء خارج السياسة في الواقع جبران نشط فيها منذ الحلقات الذهبية كما ذكرنا عام 1910 وصولاً إلى لجنة إغاثة السوريين وبعد لجنة تحرير سوريا واللبنان ومن ثم حتى في الجمعية الأخيرة أي لبنان كان يريد؟ أي سوريا كان يريد جبران في جبران؟ في ذاك الزمان يعني 1917-18 يعني تاريخ ولادة تحرير سوريا كان هناك الاتحاد اللبناني في مصر وأنت تعرف هذا أكثر مني خصوصاً في المراسلات التي حصلت بين أنطوني جميل ويوسف السودة حتماً أنطوني جميل يشرح في رسالة 1918 ليوسف السودة أنه يجب نحن فعلنا المستحيل لكي يولد لبنان المستقل فعلنا المستحيل ولكن هل ننجح؟ لقد أتى فيصل إلى الشام ويقول أنطوني جميل لصديقه وأنا أخاف أن يكون هناك تصور 1918 أن يكون هناك تفتيت للمنطقة من خلال حمص حما حلب والجوار دمشق إلى آخره وهذا مذكور بالنص إذن جبران رأيي كان مترجحاً وغير دقيق وغير واضح فيما يريد ولكن السؤال الذي طرحه على ابن عمه نخلي أو على ماري هاسكل متى أعود إلى لبنان؟ هذا السؤال أعتبره يعبر عن الذات العميقة لجبران حتماً إن تمى وجدانياً وحضارياً إلى سوريا الحضارية سوريا الثقافية الريحاني أيضاً تمى إلى سوريا الحضارية وسوريا الثقافية ولكن كان هناك علامة استفام عند الاثنين والأقليات مصير الأقليات الريحاني في القوميات قال للمسلمين حافظوا على الأقليات هذا يبرهن على بعدكم الثقافي والحضاري وجبران أيضاً خاف على الأقليات ليس فقط من العثمنة بل من الدول الكبرى قائلاً إن الدول الكبرى لا يهمها مصير لبنان بالمناسبة أخبرني الصديقنا المشترك جاندي وأنا أشكره على كل شيء أن جبران عندما دفع بمقاله لكم لبنانكم ولي لبناني إلى إيميل زيدان سنة 1920 لنشره في الهلال عند مرور المجلة على الرقابة على النقورة على النقورة في جنوب لبنان رقابة البريطانية الفرنسية ويبدو أن غباء الرقيب غباء تاريخي يعني مش الآن الآن وتاريخياً كانت تمر عبر البريد تم تمزيق المقال من الهلال ولكن نسي الرقيب لفرط ذكائه الفهرس فعندما وصلت إلى بيروت والأقطار الشامية انتبه الناس فزادت طلب على لكم لبنانكم ولي لبناني فيما تبقى دكتور أبي فاضل سأزب إلى جبران في يسوع بن الإنسان صورة السيد المسيح لديه عبر 77 شخصية أغلبها إنجيلي صفات السيد المسيح هي الفرح والحب والقوة والتمرد هل هي انطلاقة خاصة لجبران في رؤيته للسيد المسيح ولماذا حاربه الإكليروس لماذا حاربه لويس شيخ في مجلته المشرق والتهم وبالإلحاد حتى فؤاد أفرام البستاني نحن نرى اليوم أن جبران مقرب وقد فصل اللهوت الجبراني عن اللهوت الكنسي بفعل مرور الزمن والحياة وهكذا الريحاني أيضا يعني نزل الحكم بتقادم العهد يعني حرم الريحاني وجاء البطريارك فزاره في بيته هذه مسألة الإنسان حر أن يكتب ما يشاء ولكن شرط أن لا يجرح في عقائد الآخرين هنا الحدود يجب أن تحترم يعني لذلك أنا انتقدت جمع المسيح مع بوذا وسقراط وبروميثيوس وأورفيوس لأن لأن يجب أن نحترم الكنسيين أيضا بأن المسيح هو الله المتجسد وليس مجرد يسوع إنسان وأنا أستطيع أن أكون على مثاله يسوع إنسانا أيضا وأن أتأله كما أتأله هو في النهاية إذا كان الدين علاقة بين الإنسان وخالقه لكل من صورة خاصة يرسمها عن خالقه أعزائي الحق يحتاج إلى رجلين رجل ينطق به ورجل يفهمه هذا ما قاله جبران وكم نحتاج في زمان ضياع الحقوق وأكلها إلى الناطقين بالحق رغم أنه لا يترك لهم صاحبا وإلى المصغين المتفهمين السعين إلى تحقيقه شكرا للدكتور ربيع أبي فاضل على حضوري في أجراس المشرق شكرا للجنة جبران الوطنية وللقيمين على متحف جبران والعملين فيه ومدير المتحف الأستاذ جوزيف جعجع على كل التقديمات التي قدموها لفريق أجراس المشرق والميادين شكرا للزملاء الأعزاء الذين ترون أسماءهم على الشاشة على قرعهم مع أجراس المشرق من جوار الأرز شكرا لكم على طيب المتابعة وبالتحمم بالعطر والمحبة التي نادى بها جبران سلام عليكم وسلام لكم موسيقى 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 موسيقى